قال رحمه الله أعظمها عندهم أصل خبيث منقول عن معلمهم الأول أرسط اليوناني المعروف بالإلحاد والجحد لرب العالمين والكفر به وبكتبه ورسله وهذا الأصل الذي تفرع عنه ضلالهم أنه من أراد الشروع في المعارف الإلهية فليمحوا من قلبه جميع العلوم والاعتقادات وليسعى في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره وليشك في الأشياء ثم ليكتف بعقله وخياله ورأيه وكملوا هذا الأصل الخبيث بحصرهم للمعلومات بالمحسوسات وما سوى ما أدركوه بحواسهم نفوه وهذا أصل أفسد عليهم علومهم وعقولهم وأديانهم وقد بين الناس على اختلاف نحلهم بطلان أصولهم وأن أهلها قد خالفوا جميع الرسل وجميع العقلاء ومن أبلغ من تكلم عليها وأبطلها شرعا وعقلا شيخ الإسلام من تيمي رحمه الله فإنه بيّن عدة وجوه في فسادها وبطلانها كل وجه منها كاف في إبطالها فكيف إذا اجتمعت فننقل كلامه عليها ثم نتمم ذلك بما يسره الله يبين الإمام السعدي رحمه الله تعالى أن هؤلاء الفلاسفة ومن قلدهم من أدعياء الفلسفة الإسلامية بنوا معتقدهم وبنوا أصولهم على أصل فاسد على أصل فاسد قرره لهم واختاره لهم أريستو رستاليس الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد وهو قد اعتمد على العقل المجرد وقال يجب على المرء إذا أراد أن يصل إلى الحقيقة أن يمحو كل ما في قلبه من العلوم أن يمحو كل ما في قلبه من العلوم يعني ينظف قلبه من كل شيء ثم يبدأ يعمل عقله فما توصل إليه عقل فهو الحق والعياذ بالله إن ضاف إلى هذا تأثرهم بمبدأ طائفة نقال لها السومنية من الهند وهم الذين تقدمت الإشارة إليهم الذين يكفرون بما سوى الحسيات يكفرون بما سوى الحسيات يعني ما لم يروا أو يمسوا أو يشموا أو يذوقوا أو يسمعوا فهو عندهم غير موجود هذه فرقة سومنية ومثلهم السوفة الطائية وقد تقدمت الإشارة إليهم إذن هذا هو المبدأ الذي بنى عليه أهل الكلام وأهل الفلسفة علومهم وأرادوا أن يقيموا دلائل لما أعرضوا عن الكتاب والسنة وفرحوا بما عنده من العلم كما قال الله عز وجل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اتضح أو توصلوا إلى الهلاك وإلى أن تلك العلوم أو تلك العقول قول ضالة ما لن تضبط بشرع الله والعقل الصحيح والفطرة وقد تصد لهم الناس قديما وحديثا ممن شغف بهذه العلوم الرازي فقد جعلها هي الأساس وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه ذات يوم جاء مع مجموعة من طلابه وقد حاطوا به وأضفوا عليه هالة من العظمة فلقيته عجوز فقالت للطلاب من هذا فكأنهم يعني غضبوا كيف هذا يسأل عنه كيف تقول من هذا فقال أحد طلابه هذا هو الإمام الكبير والعالم الجليل الإمام الرازي الذي استطاع أن يورد ألف دليل على وجود الله تبارك وتعالى فقالت هذه العجوز التي هي على فطرتها إنه ما أورد ألف دليل حتى وجد عنده ماذا ألف شك ما أورد ألف دليل حتى وجد عنده ألف شك وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن من أول من تصدى لهؤلاء الملاحدة بالردود هو شيخ الإسلام الثيمية وذلك في كتابه درء تعارض العقل والنقل وكتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول وغير ذلك مما ذكره في ثنايا كتبه التي رد بها على الملاحدة وقد ذكر منها خمسة أصول ثم عقب بأصول أخرى ثم أردف بذكر أصول أخرى عن شيخ الإسلام فهو أحيانا يذكر أصولا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأحيانا يذكر أصولا استنبطها هو بنفسه فرحمه الله رحمة واسعة ومن أول من رد على الملاحدة أيضا في هذا العصر هو الإمام السعدي في هذا الكتاب وكذلك الإمام الجليل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مذكرة التوحيد في مذكرة التوحيد وقد أفرد أفرد الرد على الملاحدة ببحث خاص في هذه المذكرة فارجعوا إليه تحديل 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 التوحيد اشتركوا في القناة